السلام عليكم. ازايكم? بحب جدا انا اجيب لك اخبار ايجابية. خاصة عن اللي بيحصل في العين السخنة. وهل العين السخنة ممكن تقلد راس الحكمة ولا لا? ده امر. الامر التاني في اه اخبار كتيرة اوي حقولين الاقتصاد المصري. خاصة ان النهار ده منزلها مقالة بتسأل فيها ايه اللي حصل. في مصر. مصر كانت مصدر اه للغاز وكان كل الناس عمالها تبص انها هتبقى هاب في منطقة الشرق الاوسط او مركز اقليمي لتصدير الغاز في بحر متوسط فجأة كده الامر اكتلب وبقينا نبص على ان مصر بتستور الغاز. في ايه اللي حصل بالزبط? في ايه حقل زهر? وايه اللي بيحصل في اه انتاج مصر من الغاز والنفطة? لا اكتر من كده كل الناس عاوز تعرف ايه اللي بيتمر به اه الدولة المصرية فيما يخص اللاجئين. كلام كتير قوي. واخبار اقتصادية مصرية مهمة حضراتك لازم تعرفها لان احنا بلنا كتير قوي ما نشعر الاقتصاد. فخلينا كشف الموضوع على طول ونقول ايه اللي بيحصل بالزبط? انا عاوز ابتدي من اخبار اقتصادية وحتديها مدانة الجلالة. مدانة الجلالة وفقا لموقع اسم موقع العقارية. موقع العقارية هو مش موقع معارض مصري. ومش موقع اه يعني مضاد للحكوم المصرية ولا اي حاجة. بالعكس ده موقع بطرم جدا وبيتم الاستناد عليه بشكل كبير. الموقع ده فجر مفاجأة من العرض الفقيد. وقالك اللي بيحصل في رأس الحكمة ممكن يتكرر مدانة الجلالة بس على مستوى رفيع وكبير جدا. ازاي? قالك خد بالك لو رأس الحكمة كان دخلت فيها الامارات فقط وخلصت فيها. ومفروض هتحول المنطقة دي اه بشكل كبير. فلازم تعرف ان منطقة الجلالة مش دخلة فيها الامارات لوحدها. لا ده في تنافس سعودي اماراتي قطري. على منطقة الجلالة دي. ايه منطقة الجلالة? منطقة الجلالة دي هي اه عند العين السخنة? او قريبة من العين السخنة? ودي منطقة جبلية. اشتغل فيها الجيش المصري وهي عاوز اقولك ان هو مد طرق هناك وتعاملت منتجات سعية كتير هناك. ومنطقة عمرانة بشكل كبير. بس اللي قاله موقع العقارية واللي قاله بالدنيا في السوق العقاري. هو بيقولك ان قطر مهتمية جدا انها تبني مدينة اليخوت عند منطقة الجلالة دي. طيب مينة اليخوت دي زي مسلا موجودة في الساحل او موجودة في شرم الشيخة او قالك لا ده حاجة تانية خاص. يعني عاوزين يعملوا مينة متطورة جدا ومينة تستضيف يخوت نادرة كمان او يخوت كبيرة. ما صعب انها تخش مواني كتير غير مواني خاصة. فبيقولك قطر مهتمية جدا بالحتة دي. وعاوزين يعملوا فيها مينة اليخوت. مشي. ده اول اهتمام. تاني اهتمام السعودية. الشركات السعودية شايفين ان هم عاوزين يعملوا مدينة ادارية. ومدينة سياحية عند منطقة الجلالة دي. بقت دي استثمارات دي. هل مسلا زي اه منطقة راس جميلة مسلا نتكلم في تلاتاشر مليار وخمساشر مليار دولار. قالك لا هي تلاتة ونص مليار دولار. عاوزين يبنوا مدينة هناك عند منطقة الجلالة. طيب. ايه مشكلة العرضين دول? العرض القطري او العرض السعودي? احد تيه? انا مش فاضحية. يعني مين الشركات اللي هتخش? مش عيلية. اه طب انهي شركة من قطر هتخش? هل ساندول استثمار القطري هيكش ولا اقا? موقع الاقراية ما نفسرش. بس زكر عند السعودي قالك تلاتة ونص مليار دولار ما معناه انها مش هتبقى مدينة ضخمة. زي مسلا منطقة راس جميلة او كده. لا اقوموا بتكلوم في حاجة صغيرة. مش هنا الخبر. تشوفت ديه? خبر الاساسي طالع من عمد الامارات. قالك بقى الامارات عندها مشاريع كتيرة جدا واضحة جدا. اول مشروع قالك الامارات عاوزة تبني منطقة رياضية رفيعة المستوى. نادرة جدا في منطقة الشرق الاوسط كله. اه مدينة رياضية للطب العلاج الرياضي. شوفت ديه? يعني هم عاوزين مثلا زي مثلا اسباير. اسباير دي موجودة في قطر. واللعبية طريبا في الشرق الاوسط كله بيروحوا يتعالجوا في اسباير دي اللي هو موجودة في قطر. امارات عاوز تعمل حاجة زي اسباير بس تعملها في منطقة الجلالة. شرط الامارات حاجة واحدة بس. ان المدينة الرياضية بتاع الطب الرياضي دي ما تتكررش في اي محافظة في مصر. وما تحاولش الحكومة المصرية انها تطبق او تحاول تعمل آآ تستنسف يعني المدينة دي عند آآ اي محافظة تانية في مصر. تبقى هي مدينة بتاعت الطب الرياضي الوحيد اللي موجودة في مصر. هل دي حاجة تزعل? ابدا. يعني بقى لك هو ما بيتكلمه في استثمارات كبيرة جدا. هل ده مشروع الوحيد اللي عاوزة الامارات? لا. الامارات عاوزة تبني آآ مدينة فوق سفح جبل الجلالة وهما ما بيتكلموا على القدمة. تبقى مدينة لاستضافة قصور الملوك الامارات في العالم. في العرب. خبص? وفوق سفح جبل الجلالة ده هيكون يعني منتجع سياحي من الاضطراز الرفضية. حاجة كده ما شفتها شعب لكده. خبص استثمارات ضخمة جدا. هتخش بيها الامارات عشان تبني المدينة السياحية دي. هل ده بس المشروع الوحيد? لا برضو. قال لك عاوزين يبني مجمع صناعي لصناعة الرخام. هيستثمروا فيه مبالغ مليارات الدولارات. عشان يبنوا آآ مجمع الرخام ده. وده هيكون حاجة بتنفس آآ المجمع الموجود دلوقتي. لو في مجمع آآ لانتاج الرخام. بينتج رخام الجلالة توقع استثمارات اماراتية هتكون قطخم. يعني هيبنوا مصنع تقريبا ضعف المصنع الموجود دلوقتي. هل دي حاجة واحشها ابدا. يعني حاجة نرحب بها تماما. خلي بيالك الامارات هتخش استثمارات كتيرة جدا. وكل دي مشاريع هتطور المنطقة بشكل كبير. هتعمل فرص عمل بشكل هلامي. هتدخل اموال غير طبيعية. لان آآ اي دولة هتخش تستسمل في الحتة دي هتدفع تمن الاراضي اللي هم هيحصلوا عليها التطور. مش بس كده. دي هتخلي فيه مشاريع تانية تقوم جنبها. يعني انا عاوز اقول لك حاجة. رأس الحكمة اللي امارات ما دبتش فيها مصمار. لحد الوقتي ما حفروش اي حاجة. طيب. كمية طبيعية. يعني عندك بقى ياسين منصور داخل. هناك العبارة عاوز يطلق منطقة. هناك الكلام ده كله بيدل لك ان آآ اي منطقة. المستثمرين بيشموا بس خبر كده. انها هتقوم بيتسابقوا عليها بشكل كبير. وده يبقى استثمار آآ كويس جدا لان انت بتبقى ضامن ان المنطقة دي هتقوم في المستقبل واللي وراها الامارات. ده لفراس الحكم. ما بالك في مدينة الجلالة هيبقى حاملة ازاي? حابق بكلمكو عن مشروع الجلالة. اللي كلمتوكو عنه كتير قبل كده. وللناس كتير اشترت واستثمارت في منطقة الجلالة والعين السخنة. وبقى مشروع المستقبل في مصر. يعني اي حد عايز يشتري ويحافظ على فلوسه يشتري في الجلالة. لانها هتبقى مدينة عالمية. بعد دخول استثمارات الاماراتية والقطرية والسعودية لمدينة الجلالة والعين السخنة. والحلوة كمان انها بقت مدينة متكاملة فيها كل اللي احتاجوه. من جامعات ومستشفيات ومدارس وشركات ومصانع. يعني استثمارك في مدينة الجلالة بمثابة كنس. لان الاسعار هناك في زيادة مستمرة. يعني انت لو اشتريت النهاردة شقة هتلاقيها السنة الجاية بضع في سعرها. وده بسبب بسيط. لان التطوير اللي بيحصل في الجلالة شيء كبير جدا وضخم جدا. وعفكرة ممكن كمان تشتري شقتك او تأجرها. لان هناك في عمالة كتير. وفي طلاب في جامعة الجلالة حاليا موجودين في الجامعة. وبيدرسوا في الجامعة. ده غير مينة العين السخنة اللي لسه مكلمك عنها من فترة. فانت تقدر تأجر الوحدة اللي انت امشتريها وتكسب منها كل شهر. اكتر من لو اعمل شهادة في البنك. طيب حتيجي تسألني ايه اللي ممكن اروح اشتريه هناك في المنطقة دي. في الحقيقة في شركة هناك اسمها باترهاوس. كلمتكم عنها كتير قبل كده. ودي شركة عاملة منتجع سياحي رهيب. على هذا بتجلالة اسمه منتجع فيدالا. كومباوند فيدالا ده من افخم المنتجعات الموجودة في العين السخنة. ليه بقى? اولا عشان شركة باترهاوس دي سمعتهم في السوق معروفة. بقى لهم سنين كتير. وانا بنفسي شفت قد ايه الناس اللي بتعاموا معهم بتشكر فيهم. ده غير ان شركة باترهاوس اعلنت ان مبيعات الشركة خلال ربع الاول من سنة عشرين اربعة وعشرين وصلت ميتين وخمسين مليون جنيه. وعملوا احتفال كبير الشهر ده للناس اللي اشترت وخلت الناس تعرف مكان وحدتهم فين. وكمان الشركة بتستهدف الوصول لمليار جنيه مبيعات بنهاية السنة دي. يعني مشروع ضخم جدا. كمان الشركة نفزت اكتر من سبعين في المية من حجم المشروع رغم التغييرات الكبيرة في الاسعار اللي بتحصل في الاسواد. زي ارتفاع اسعار المواد الخام بسبب الازمة الاقتصادية العالمية والتغيرات اللي كل شوية بتحصل بالسوق. ولكن شركة بيترهاوس خلال الشهر اللي فات ده قدروا انه هما يخلصوا مرحلة بايعية الخاصة بالشريهات. وكمان هدف شركة بيترهاوس انها تستهدف تصدير العقار للكارج. ونجحت فعلا الشركة بتحقيق خمسين في المية من اجمالي الاراضات بالعملة الصعبة بعد انشاء وحدات تستهدف الاجانب والعرب والمصريين مكيمين في الكارج. وهي وحدات مفروشة بالكامل ومكيفة بالكامل وخدمات فندوقية للمكيمين في الوحدات دي. زي ما قلت لكم قبل كده. ان مشروع فيدالة ده على مساحة كبيرة جدا على ارتفاع سبعمائة وخمسين متر فوق سطح البحر. والمباني اللي فيها على مساحة التمنتاشر في المية بس من اجمالي المساحة. والباقي كله غابات صناعية ولاجونز وانهار صناعية وبحر صناعي كمان. فانت بتتكلم على مساحة شاسعة من الخضرة وكمان منظر غير طبيعي قدامك بتبص عليها على البحر من فوق هضبة الكلام. فانت بتتكلم على مشروع خرافي. خد بالك ان المشروع ده من الجيل الرابع. يعني من الجيل الرابع يعني كل البنية التحتية اللي معمولة في الكمباون ده معمولة عن طريق انفاء. يعني زي يعني صرف الصحي وكهرباء والتليفونات والانترنت وكل حاجة معمولة في انفاء. يعني ما يجيش حد الصبح يقول لك معلش احنا نحفر ويعمل لك دوشة او حد يقول لك نصلح مصورة المية اللي ضربت فما فيش الكلام ده كله. وقام ياس حاجة في المشروع ده كله ان كل الخدمات موجودة بالفعل. وحتلاقي مثلا واي فاي وانترنت مركزي وساتيلايت مركزي. والجو كمان هناك غير طبيعي. الجو هناك حلو جدا. عشان على هضبة البحر. وكل ده مع ايه بقى? مع ناس اللي بتسأل نفسها طب انا لو اشتريت عقار هناك وما روحتش. هستفيد ايه? يعني انا دلوقتي اا قاعد في القاهرة ايه اللي هيوديني الجلالة ولاني السخنة. هقول لك انت ممكن تأجر العقار بتاعك وانت قاعد في القاهرة. هتيجي تقول لي ما هو ما فيش حد هناك اأجر لمين? هقول لك لأ. انت ممكن تلاقي نفسك ما اجره طول السنة هناك. في جامعة فيها عدد كبير من الطلبة والدكاترة ومعديد. وهناك في مصانع وفي اه مين العين السخنة اللي كلمتك عنها. وكمان بقت في هناك شركات كبيرة عالمية فيها اجانب وعرب شغالين تقدر تأجرهم وتكسب من العقار اللي اشتريته. وتالت حاجة انت مش تتعب نفسك وتطور على مستأجر هي شركة بترهاوس نفسها اللي هتأجر لك الوحدة او العقار بتاعك وهم اللي هيخلهولك طول السنة شغال. ومنتجع كله على اعلى درجة من امان. وفي كاميرات في كل حتة. فانا عاوز اقول لك انك لو رحت وشفت موقعات طبيعة الموضوع مختلف خالص. وده احسن الاستثمار لك. تخيل كده تكون قاعد في مكانك والعقار بتاعك قمته بتزيد. لا وكمان بيدخلك دخل شهري لو اجرته. يعني احسن من انك لو حطيت فلوسك في البنك وخلاص. يعني فلوسك مبمونة وبتزيد كل سنة. وكمان بتدخلك فلوس ايجار كل شهر. فعايزك تعرف ان مشروع في دالة. ده مشروع هايل وفعلا ما ينفعش يعدي من تحت ايدك. لو انت مستثمر او عاوز تعافز على فلوسك. وحاوب اقولك ان الشركة كررت انها تفتح مرحلة بيعية جديدة. خاصة بالفلات. يكون بنظام اي او اي. والنظام ده بيتيح لك انك تحصل على مميزات كتيرة جدا. من اهمها ان المقدم بتاعك هيكون خمسة في المية واقصاتك على ثمن سنين. مش بس كده. ده كمان اسعار الفلات على الضوء مميزة جدا. لسهولة الاستثمار وعادة البيع. والشركة كررت انها تلجي رسوم التنازل. يعني انت كسبان كسبان. سواء بقى في نظام السادات او مدته او حتى اعادة البيع. طيب ايه بقى المميزات اللي انا ممكن هاخدها لو اشتريت دلوقتي في المرحلة الجديدة الخاصة بالفلات. اولا كمت الحاجز هتكون مية الف مستردة. تاني حاجة هتدفع مقدم كمسة في المية فقط واقصات على ثمن سنين. تالت حاجة هتلاقي كمان فيلات وتاون هاوس بقى اسعار مميزة جدا. والاهم بقى ان هم عاملين خاصة ماربعين في المية اللي يدفع كاشف وده خاصة مكبير جدا. انت اولى بيه. هسيب لحضراتك نمرتهم والرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم. فيدالة مشروع مايفودكش. ده جزء فيما خص تفاقل كبير جدا في منطقة العين السكنة وتفاقل اه بما اخص مشروع فيدالة. بس هي نخش في مشروع الطاقة واللي بيحصل في مصر في موضوع الطاقة. هي بنزل لها مقالة طول على فكرة الناس كلها كانت اه مستبشرة خير جدا فيما يخص انتاج مصر من الجاز. وقالت والله ده انتاج مصر من الجاز ده حاجة عظمة جدا. وحنشوف ان الانتاج المصري من الجاز هيبقى مرتفع للغاية. بس هي فجأة كده لقنا ان انتاج مصري من الجاز مش زي الاول. طيب. ايه اللي حصل فيما يخص حق لزهر? اولا اه الناس او فانانشل تايمز استضافت خبراء كتير جدا. فالخبراء بيقولوا ايه? بيقولوا على فكرة احنا ابتدينا نلحظ ان حقول الجاز اللي في البحر المتوسط هي فيها منحنى انحداري. مش تصعوضي. يعني ايه? يعني ايه بتقول لك كل الكلامات اللي طلعت حوالين ان مصر ضغطت على اه انتاج الغاز وضغطت على حقل زهر بشكل كبير جدا. الكلام ده كله كلام فارغ. لان انت بتتكلم على شركة محترفة اسمها شركة ايني. اه يعني اكيد هتوسي مصر وحتبقى عارفة كويس جدا هتشتغل ازاي في حقل زهر. فده مش صح. حاجة التانية مصر بتنفي رسميا ان تم تسريب اه المياه ده حقل زهر. فده امر استبعده تماما. 2017 الحقل في البيت بتاعه او الزروة الانتاج وصل حوالي اثنين وسبعة من عشرة مليار ادم مكعب يوميا. حقل زهر ازاي وزاي كل الحقول والابار المنتجة للغاز والزيد في العالم. مش عندنا بس ده فيه بيحصل حاجة اسمها ظاهرة التنخص الطبيعي للابار للخزانات. والنسبة دائما بتبقى في حدود متوسط يعني 15 في المية سنوات. طيب ايه اللي بيحصل? قال لك والله هي كده حقول البحر المتوسط. انها في الاول بتديك اعظم حاجة. وبعد كده يبقى فيه مستوى انحداري او ما تدكش نفس مستوى الغاز اللي انت خدته منها في الاول. ده امر. الامر التاني ان مصر فجأت ان احتياطات حقل زهر. وده حسب ان مصر فجأت ان احتياطات حقل زهر. كانت متخيلة انها تلاتين تريليون قدم مكاعم بين الغاز? قال لك لا والله ده مش تلاتين تريليون ولا حاجة. ده في حدود عشرة او حداشر تريليون قدم مكاعم غاز. فاااا القصة بتاعت حقل زهر هي مسلا توقعات كانت مستبشرة بازياد من اللازم فيما يخص حقل زهر. والحقل ده مش زي ما انت فاك. ده اللي بتقوله وفقا لخبراء. بس القصة في ايه? القصة كلها ان بتركز ان مصر بتاتي تورد غاز ونفط في حين. ان المفروض ان مصر ااا هتبتدي تسدد عشرين في المية من ديونها في اا السنة دي والسنة الجاية. يعني خلي بالك عشرين وعشرين 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 انت هتسدد جزء كبير جدا من ديونك. فازاي انت هتمول استيراد اا الغاز لانها فاتورة بقت كبيرة جدا. وازاي في نفس الوقت هتسدد ديونك? قال لك والله يخد بالك السعودية وليبيا شاركوا في تمويل استيراد اا شحنات غاز. ليه? قال لك قد بالك اا السعودية سهمت في استيراد اتنين وثلاثين شحنة غاز لمصر بتكلفة مئة وخمسين مليون دولار. وفي خمسين مليون دولار تانية. جات من ليبيا اا سهمت في اا تمويل استيراد شحنات من الغاز للدولة المصرية. السؤال بقى الفاتورة اصلا تقدر باثنين مليار وتمنمية مليون دولار. فدي احتياجات مصر من الغاز. خبس? الفترة القادمة لحد اخر السنة. اثنين مليار وتمنمية مليون دولار. لو انت بتتكلم ان تم تمويل ميتين مليون دولار فانت لسه عندك فاتورة كبيرة. قال لك لأ. خلي بالك انت مصر انت لسه بتنتج. يعني اا لو احنا بنتكلم ان مصر كان اا التخيل انها تنتج سبعين مليار قدم مقعب غاز اا في السنة. مصر هبطت لتلاتة وخمسين مليار قدم مقعب غاز من السنة. فانت لسه عندك انتاج. فآآ ما تفتكرش ان انت هتستورد باتنين مليار وتمنمية مليون دولار زي الاول زي ما انت فاكر لا. الامر مش كده. بس ما زل محتاج ان انت تستورد جزء. مش كل. فبيتكلموا قد ايه فرق بين اا الاحتياج وبين اا الانتاج. قال لك والله لو السعودية وليبيا مولوا بمتين مليون دولار. معنى كده ان لسه في مليار مصر محتاجاهم عشان تستورد اا شحنات غاز اخرى. هل بقى السعودية هتخش وتمول المليار ده? ولا لا? هنشوف. يعني انا ما توقعش بس هنشوف. حاجة تانية. في اخبار طلعت على ان مصر وقفت تمويل استيراد السيارات. يعني ايه? يعني خلي بي لك وفقا لارتي نيوز كان الكلام طالع ان البنك المركزي حيفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات. وببنك المركزي كان حاطت تلاتاشر سلعة كده ما كانش عاوز يمولهم اصلا. مش عاوز يستوردهم. اا مستلزمات تجميل. اكل بقى قطط وكلاب والحاجات دي كلها بنك المركزي كان واقف استيرادها. من ضمن السلع اللي كان البنك المركزي موقف استيرادها هي السيارات. طلع كلام ان البنك المركزي حيفتح الاعتماد المستند وحيفتح استيراد السيارات. بس دلوقتي البنك المركزي ادى اوامر بتأجيل الامر ده. ومش هيفتح اا تمويل اا السيارات تاني خطس. لفترة كبيرة. كلام ده طالع مع توجه الحكومة المصرية لتصنيع سيارات كهربائية مية في مية. يعني ده انا اوامر اسمع. مصر هتعمل مصنع نخم جدا لانتاج السيارات الكهربائية. وزار كده هيقفلوا باب الاستيراد. عشان يركزوا في انتاج السيارات الكهربائية. دعم لشباب مصر للابداع والابتكار. بما يحقق زيادة مساهمته في مختلف اوجه الاقتصاد المصري. وما يتضمن ذلك من مجالات الصناعة خاصة صناعة سيارات. احنا فيه اهتمام شديد جدا من الدولة بهذه الصناعة. وتوطنها في مصر في خلال الفترة القادمة. والعلى الاخص موضوع السيارات الكهرباء. فعشان كده يمكن انا سعيد وكنت حريص جدا ان انا اكون موجود معاكو النهاردة بالذات لان هذا الرالي هو متخصص بي او خاص بالسيارات الكهربائية. وانا اعتقد يعني لو مصر هتصنع اه سيارة كهربائية مية في مية مكونات مية في مية لازم تعرف ان الحكومة هتبتدي في الاول كده مش العربيات بتاعت الناس. لا هتبتدي في سيارات الاجرة. انا اعتقد ان الحكومة لازم تركز انها تغير كل عربية التاكسي المتهلكة تقريبا اللي في القاهرة تغيرها بقى بسيارات كهربائية ده لو تم امتاج. اه العربية الكهربائية دي اكيد هياخد وقت بموضوع ده. بس انا بقولك ان الموضوع تدبير البنك المركزي للدولارات الخاصة باستيراد اه العربيات مش سهل زي الاول وفيه توجه كده ان مصر تعتمد على الانتاج المحلي عشان توفر عملة صعبة. ده خبر. الخبر اللي بعد كده خبر مهم جدا. فيما يخص التحركات المصرية اه على الحدود كلها. لو خدت بالك هتلاقي انت حدودك مش مستقرة. يعني الحدودك ناحية اه سيناء او ناحية فلسطين اه المحتلة. اه هتجد ان فيها توطرات كبيرة جدا. وانتانياه ويعني قايم ومقاعدش اه تعالى بص على ليبيا الوضع هناك مش مستقر. وقفلين حقول النفط. ودلوقتي راجعوا يشغلوا تلت حقول تاني بس الوضع مش مستقر او. ليبيا واحدة من ابرز منتجين نفط في العالم. وفيها اكبر احتياطيات النفط الخام في افريقيا. لكن ليبيا مثقلة بالانقسامات السياسية بين حكومتين. واحدة في الشرق واخرى في الغرب. مش بس كده تعالى بص على اثيوبيا اللي عمالة تستفزك كل شوية. والحوار بين كوبين اثيوبيا قلب عسكري. ما بقاش تفاوض والكلام مش طالع على تفاوض. احنا بقى نتكلم على اه تحركات عسكرية في الصومال. ومصر هتجري مناورة وفقا لصحيف الدا ناشنل هتجري مناورة ضخمة بالاسلحة مع الجانب الصومالي على حدود اثيوبيا. فده امر مهم جدا. ليه بقولك الكلام ده كله? لان لازم تعرف جبهتك الداخلية هي اخطر جبها يجب التركيز عليها. ليه? موضوع اللاجئين ده يا جماعة انا حفضل بتكلم فيه ومش حسب. بس الفيديوهات اللي بتاعت تطلع حواليه الموضوع اللاجئين اصبحت فيديوهات مستفزة جدا. المصريين والسودانيين اللي جايين. ابتدوا يشتكوا من ارتفاع اسعار اه الايجار بشكل كبير. انا بيش دعوا السودانيين. السودانيين دول لو جايين بطريقة شرعية ودخلين البلاد بطريقة شرعية دي مشكلتهم. بس انا بتكلم ان اه المصريين دلوقتي بتادوا يعانوا ان الايجارات بتاعت ترتفع بشكل كبير قوي. قوي. انت بتتكلم من الشقة اللي كانت با الفين ونص في الشهر ابتدت تبقى تصل لستين الف في الشهر. هتيجي تقول لي انت على فكرة بتكبر المواضيع وبتقول ارقام مش صح. حاجة يقول لي حالاك بص الفيديوهات عاملة ازاي? وبص الناس عاملة تشتك ازاي? من الاجارات. الموضوع بقى اصبح صعب جدا. في الاخر يا رب اكون شاحت حالاك الموضوع بشكل مبسط. ويا رب انسوا المصر. رب انسوا العرب. ورب انسوا الفلسطين يا رب. تحية مصر. السلام. لو قالوا لي ان في مكان بالجمال ده ما كنتش حسدك. طريقة شقة بين الجبال. بيوصل لمدينة حضن البحر والجبل. كأنها لوحة مرسومة بريشة فنان. مدينة الجلالة. مدينة كلها حياة. موسيقى اللي شايفه حلمه أو خيار أوصف الجمال ده قول في إيه اللي جه وشفه كله قال بص وشوفه مصره عاملة إيه ده اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني الجمال ده يعيني جنة ولا علبان اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني الجمال ده يعيني جنة ولا علبان موسيقى 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 سدق اللي هتشوفه بعينيك في البلد دي لسه فيه وفيه دنيا تانية حلوة بتناديك بص وشوفه مصره عاملة إيه ده اللي شايفه خيال موسيقى 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 تخيل لما بيتك وحياتك لما عيلتك تعيش في مكان بالجمال ده طول السنة جمال يخليك تحب الحياة الجلالة مفيش أجمل منها وهتبقى أجمل بيكم لينا حق نفتغل ببلدنا شوفوا مصر عامل إيه بصوا شوفوا مصر عامل إيه مدينة الجلالة حتنور بيكم